اه رجعنا لكم في الجوزء الثالث من دماغنا النهاردة مشاغبات عادل وعلاق المشاغبات النهاردة تاخد شكل مختلف شوية هو مش عارف كده بقاله حلقتين عمال يجيب معايا يهد الشغل معايا مش عايز يشغل معايا عارفش بقى الكورونا قصارت فيه ولا هو قلقه مني ولا ايه وهو جاي النهاردة قال لي بص أنا ناوي عمل لك قلق قصدي ما عمل لكش قلق خليه راحب بس بالنبع عنكم بدكتور عادل مرزوق شهر التنمية الذاتية والأدرية دكتور عادل صباح الفل عليك صباح الأنوار صباح الطمأنينة الله يخبرك ايه أخبارك تعملين كله تمام تمام بص انت اخترت النهاردة هنتكلم عن الألأ وعندانك تشفت أنا مش عارف يعنيه ألأ تخيل ومالتالي بالتبعية اعتقد فيه ناس كتير او مش عارف يعنيه ألأ عايزين نعرف يعنيه ألأ جميل الألأ تعرفه ببساطة هي حالة نفسية تمام تنم عن أفكار سلبية ومشاعر تتحكم فيها بتوقع قدوم شيء سلبي مجهول أو معلوم مجهول يعني شيء سلبي أنا أجهله أجهل خوف معين ممكن يحصل لي أو معلوم ولكن أتوقع عدم سيطرت عليه بالراحة تاني فكرتني بأول حلقة اللي هي فاكرتها تنمية البشرية وقلت لك هستوى هو كلام نظري منها بنخش بالنظر لخش بالعمل عشان نخش بالعمل جميل ببساطة خالص أنا دلوقتي الآن مثلا من أن أنا أتصاب بفيروس كرون أو الآن أن أنا أترفض من الشغل أو أنا بعد الطريق الآن أن العربية تخبطنا إذن هي حالة نفسية تنم أن في أفكار ومشاعر في مشاعر خوف وأفكار سلبية أن في حاجة هتحصل صحي كلام نتاج توقع أنا متوقع شيء إما مجهول يعني أنا خايف من شيء مجهول مش عارف إلي ممكن يحصل أو شيء معلوم بس أنا متوقع عدم سيطرت عليه يعني زي أنا ممكن يتصب بالكورونا طب لو أتصبت ممكن أعمل إيه طب سأنا ممكن أموت كده فلو جاي له الإحساس ده وتمكن منه ورح مثلا نقدر الله أنه هو عمل تحليل وقال له أن حالتك بوزيتف مش نيجاتف يعني أنت مصاب بالكورونا ده ممكن يموت من القلق قبل ما يموت من الكورونا ليه؟ لأنه هو سيطرت عليه المشاعر أن غالبا لو أنا أتصبت هموت رغم أن النسب والأرقام تقول غير كده الله عليك بس هي دي الفكرة تمام ده تعريف أنت أبقى بحس بالألق بحس بالألق لما يحصل حاجة من الاتنين اللي احنا أقول لهم في التعريف اللي هو حدوث شيء مجهول حاجة أنا مش عارفها مش عارف يعني مثلا العالم داخل على حاجة معين إيه هي الحاجة مش عارفين ففيه شيء مجهول أو حدث شخصي أنا أعرفه والحدث ده ممكن يبقى حاجة من الاتنين حاجة شخصية يعني مثلا أنا ممكن أترفض أنا ممكن أتفصل من الشغل أنا ممكن أخسر لقمة أي شيء أو حاجة عامة متوترة زي اللي بحصل في الكورونا دلوقتي يعني احنا كلنا دلوقتي بلا السناء مثلا حالتنا في مصر الحمد لله مطمئنة حتى الآن وربنا جعلها دايما مطمئنة وعلى الرغم من ذلك احنا دايما عينينا أرقام العالمية يعني لو شفت أمريكا 200 و 200 ألف شفت مش عارف ايه ففي أخبار متوترة عن حدث معين أو شيء معين منقف معين أنا مرت به ففي الحالة دي أنا بيركبني الألق فالحاله إيه بقى دا اللي ممكن نعرفه بقى ديmod طيب الزي بتاتخلص أنا من الألق بقى طيب هو حلو السؤال او بس التخلص دي هو ده المفهوم اللي ممكن نكساره شوي هو أصلا ما فيش حاجة اسمها أتخلص يعني ما فيش حاجة اسمها أن أنا أتخلص من الألق لا إزاي عيني أنا لو ألقال وعايز أتخلص من الألق الألق جميل هو برضه ده مش منطق صح والده المنطق اللي احنا عايزين وده المفهوم اللي عايزين ده أنا بقول في أول الحلقة أنت مش عايز تختلف معايا هتيجي تختلف إزاي بقى أنا النهاردة الآن من التكييف اللي مشغلينه ده إن أنا عايز جميل إزاي بقى أطلع بالقلق ده هوضح لك أصدق إيه المفروض أن كل شعور إيجابي وسلبي كل شعور حتى الشعور المشاعر السلبية اللي عندنا أو الأفكار السلبية وجود بعض منها شيء مهم يعني مثلا تخيل لو أنا قلت لك إزاي تتخلص من الخوف فلو أنت أزلت منك الخوف وبقى إحساسك عندك أمان تام في الحالة دي أنت ممكن تعد الطريق من غير ما تبص منه مش مال أنت عندك أمان تام تمام فشيء من الخوف شيء من القلق شيء من التوتر ده مهم جدا وضروري جدا يفضل موجود ولذلك الأهم ليس التخلص إنما السيطرة فيه فرق بأن أنا أتخلص إن أنا أزيل القلق تماما أو إن أنا أسيطر عليه ولذلك عندنا حاجة اسمها دائرة التأثير ودائرة السيطرة لو دائرة التأثير يعني دائرة التأثير للقلق عليك أكبر من دائرة سيطرتك في غالب الأمر أنت تدخل في حالة قلق وتوتر واكتئاب والدنيا هتسحب عنك تماما لو دائرة سيطرتك أنت أعلى من دائرة التأثر يعني أنت قادر تسيطر على القلق اللي جواك هو ده المطلوب يبقى السؤال الأهم مش إن أنا إزاي يتخلص إزاي يسيطر على القلق خلي ناسي حاجة سؤال هو في علاقة بين القلق والقناع أو القلق والتمرين جميل آه طبعا بمعنى آخر إيه؟ إن أنا نهاردة لو عندي قناع وعندي رضا نسبة القلق عندي هتقلي هي دي بقى نظري حيث ممكن تأكد أو تنفي أنا بقى آه لا صح كلام سليم جدا لأن المفروض إن القلق إذا ما إحنا قلنا إن أنا ما بزلوش أنا ما بتخلص منه أنا بس بسيطر عليه يعني عندي حالة من القلق أنا بسيطر عليه إزاي سيطر بقى هي دي هو ده السؤال اللي ممكن نسأله لا لا قبل مسأل السؤال برضو طبعا لسه وجبتنيش إحنا اتفقنا عايز أوضح بس وجهة نظري إنهاردة القلق والقناعة واتفقنا القناعة يعني رضا يعني جانب روحاني حقيقة أنا قلت بقى القلق والتمرين ليه حقيقة قلت وإنا ممكن وإنا بعد الشارع بكون قلقان صح بس أنا لو متعود أعد الشارع حتة التمرين أو أنا بسيطر العربية في أول مرة ببقى قلقان لو أنا متعود أسيطر العربية أعتقد مش هبقى عندي قلق صح يعني أنا عايزة عايزة أقول إيه إنه إحنا ممكن من ضمن الأسباب التخليل للقلق ما يبقاش عندي إن أنا أمر نفسي على موقف معين بتحط فيه صح أروح بقى للسؤال الأخرى إزاي سيطر على الألق جميل طيب إزاي سيطر على الألق فيه خمس خطوات وخمس أدوات هنقلهم في ثلاثين ثانية تمام مفتاح سحر كده في الآخر تمام تمام طيب هنت أقول ما تقول خمس خطوات أكتب من وردك جميل الخطوة الأولى عيش في حدود يومك تمام أنا ممكن أتصاب بالكورونا اللي هو أنت أنا دلوقت حالياً مصاب ولا غير مصاب أنا غير مصاب إذا نعيش في حدود اليوم اللي أنت عايشه لذلك إحنا دايماً بنقول أو أنا كان فيما نقوله كده دايماً بقوله على الفيسبوك بين الخوف أو الألم ألم الماضي والخوف على المستقبل يموت الحضر ضحية بين أن أنا عايش دلوقتي أبتألم على حدث حصل قبل كده أو ألأمن حاجة هتحصل بعد كده أنا مش قادر أستمتع بيومي أصلاً مش قادر أستمتع بوقتي وعلى الألقاء هيغير حاجة مش هيغير حاجة فهو الأصل أن أنا عايش في حدود اليوم بتاعي ودي تعتبر أول خطوة أن أنا نهارده أنا مركز في اليوم اللي أنا عايش فيه نهارده أحداثي إيه مواقف إيه هعب ملأ أولاد هعمل إيه هتفرج على إيه هاكل إيه هاشرب إيه أنا تركيزي كله في حدود اليوم اللي أنا عايشه ما ليش علاقة باللي جاي بكرة لأن غالب الأمر الألق دايماً له علاقة بالمستقبل لأن لو هو حصل لك أصلاً أصلاً بقاش ألق خلاص أنت الأمن شيء إنه ممكن يصيبك ممكن دي يعني جاي من المستقدة يبقى أول حاجة عايش في حدود اليوم تمام تاني حاجة استخدم تقنية كارير كارير ده كان عالم كده كان ذكره ديل كارنيجي في كتاب دع القلق وبدأ الحياة قال إن كارير جاله جواب بيقولوله إن أنت جاي هتتقعد قدام النائب العام مغالب الأمر شركتك هتتقفل وتاخد سنة سجن ليه خير الله ما جعله خير حصل عندك استخدام لبعض الأدوات والأختام في محاولة الوصول يعني لصلاحية أو امتياز من الدولة فطبعاً راح للمحامي سأله قال له فعلاً الموضوع هيدخل في سنة سجن وشركتك هتقفل فرجل داخل فألق تاني يوم ألق تالت يوم ألق هيقابل النائب العام بعد 15 يوم بيقولك 4-5 أيام خلاص كان هيتصف هيموت من قبل نائب العام ففكر قال طب وأنا هصفي نفسي لحد ما قابله ليه طب ما خلينا كده بالرح أما نستخدم ثلاث خطوات بسيطة جدا أول حاجة توقع الأسوأ قال لي نفسه خلاص أوكي أنا هتسجن سنة وشركتك هتتقفل تاني حاجة تقبل التوقع يعني أنا مش توقعته بس أنا تقبلت لو حصل خلاص أنا متقبل أنا متقبل عندش مشكلة الحاجة الثالثة بقى ماذا بعد السجن اللي هو ماذا بعد القلق يعني ماذا بعد الحدث اللي أنا توقعت ده هطلع هشتغل في ولاية تانية هشتغل بخبريتي في شركة تانية هفتح شركة تانية بدأ يخطط لبعد سجن سنة ده ده هو اللي بيسموه البرو أكتيفتي اللي هو توقع حدوث الحدث قبل وقوع تمام وبدأ يجهز له وهيئ نفسه على كده تمام وعاش بقيت الخمستاشر يوم مبسوط عندوش أي مشكلة خالص ورح بمنتهى الهدوء مع نائب العام اكتشف إنها بالعام بس بيدلوا لفت نظر وإنهما كانوا مأجنين خمستاشر يوم يتأكدوا هل الموضوع جاي بتوصية منه ولا من خلال موظف الشركة وعتقد إن كده ساعات عطب أكبر خلي بالك طبعا لأنه كان متوقع الأسوأ فما حصلش فما حصلش في باية الدنيا أفضل تمام النقطة التالتة تمام الخطوة التالتة هي الإيمان الإيمان بالله إن أنا أبدا مؤمن بالله والوقاية تمام تمام بأدوات الحرص صح فيش مشكلة أنا في جيبي إزازة الكحول بتاعت تمام متوهر بتاعت وأنا ماشي بالجوافة بتاعت بس خلاص تمام ففيش مشكلة إنت معاك أدوات الوقاية وفي نفس الوقت الإيمان لأن ناخد بالنا إن الألأ الزايد دي وكأنها رسالة ضمنية سلبية صح بتقولها الربنا أنت مش متقبل المشيئة بتاعت مش كده بس إن أنا أصلا مش واثق إن إنت ممكن تنجيني صح وإن إنت ملكش دخل في الحتة دي مش هتعرف تنجيني وإن أنا كده كده هتصاب طب ما جايز رحمة ربنا وراء فوت ربنا بيك لو أم تلاقي إله إلا تصابت إنت لأ لا ينور علي عادي إيه المشكلة أحنا بس قدامنا دقيقتين وعايزين نتكلم في 4 و 5 طيب أوك يبقى إحنا هقولنا الإيمان والثقة دي رقم 3 أيقذ الواعي أيقذ الواعي يعني إيه دايما لما أنت بتكون في حالة ألأ اللي مسيطر عليك اللي هو واعي بتاعك اللي هو واعي اللي هو بتحكم في مشاعرك وأفكارك السلبين فالحل إيه أن أنا أيقذ الواعي أيقذ الواعي إسأل نفسك أسئلة قل دلوقتي أوكي يعني أنا لو تصابت إيه اللي هيحصل أوكي طيب عدد اللي تصابه كم واحد منهم تعافى تمام طيب إيه اللي ممكن أقدر أعمله عشان ما تصابش يعني دايما الواعي بيوقظ لما أنت تدي له أسئلة تبدأ تسأله أسئلة هنا يشتغل المنطق مش التخيل الله علي فالمنطق لما يشتغل أنت تهدأ أكتر تمام إنما التخيل لما يشتغل تعب بقى جيب السيناريوهات وهتصاب وهدخل وهيشلوني وما بين ولادي والعربية هتيجي والعزد والحجر وما مش عارف إيه ده أنا بقى هتبدأ تخش في حالة تخيل هتبدأ تدخلك في مشاعر سلبية لا حصرة له تمام فالحل أن أنت تيقظ الواعي بأن أنت تبدأ تسأله أسئلة الآخر حاجة اللي هي الحقائق والأرقام بمعنى أن دايما خش أنت هاجم الألأ اللي عندك بالحياة والأرقام حياة وأرقام سريعة بتقول صحيح فيه مليون مصاب النهاردة ولكن أنه ما يشغلنيش إن شاء الله يكونوا 100 مليون أنا كل اللي يشغلني أن حالة الوفاة لا تمثل إلا 5% يعني 95% من الناس اللي تصابوا فعليا بالفيروس هم حتى الآن عايشين ومتعايشين 25% من الناس اللي تصابت قدرت تتعافى وطلعت بعد ما كانت حلقة إيجابية بقت سلبية من غير وجود لقاح من غير وجود دواء من غير وجود مصد بلك بقى لو أوجدنا الدواء وأوجدنا اللقاح أنك تجاه يكون أفضل من جديد وأنا أعوعدك الحلقة اللي جاي هنتكلم عن الحقائق والأرقام هتبقى الحلقة كلها عبالة عن حقائق وأرقام الحلقة تجمع الجايهة إن شاء الله إن شاء الله خليني أشكرك لأن أنا ما بيتش ألان خلص وأنا متعارف أنا قدامكم ما بيبقاش ألان بنابع عنكم وباشكر دكتور عادي المرزو إسشاري التنمية الذاتية والإدارية على كمية الاطمئنين أنت بقى دي تاني وبالتابعية داتها للسادة المشاهدين شكرا وخليني أقول أتمنى النهاردة أن كل بردان بتاعنا إداركم حاجة مفيدة زي عادنا بيكو كل أسبوع بنحاول ندي معلومة بنحاول بنلعب على الحاجتين الأيام دي بنلعب على الحتة المناعة إحنا إزاي نرفع المناعة بتاعتنا والطمئنينة خليني أقول أنا بيدي أستنى الجمعة للجمعة عشان أكون معاكم فعلا أنا من ضمن الحاجات اللي بترفع عندي الطاقة الإيجابية وبالتالي المناعة بتاعتي ولكن ده ما بفعل معاكم على أمل أن احنا هنتقبل الأسبوع الجاي بس قبل ساعة من دلوقتي واحدة حلقات بطمئكم ساحتك سروتك أشوفكم على كير